واسترسل بعده إذا يعني حتى لو تقرالي مقطوعة من هاتف بعد منتصف الليل واسترسل بقصيدة آآ شانت يحدا من القصايا إيد اللي بيها عشرة أيام حقوالك مقطع منعتها آآ نقول لعشرة أيام مرة وانت ما جيت تعالي الحق لي قلبي من الهجرت هك ترى الفرقة حبيبي بتصير من يوم ويوم يجر ليوم يسير إلى فراك أقولي اليوم باتشير بلكت تعود عفيش غلق عندك لسه ما اضاق جبت هوياك ستشة وريل تعبان خلص عمري علمودك امشي عراك انا بنار احترق وش يحمل النار وانت ولا تهزك ناري لشواك وانا بعيني مطر ما شاء لتغيوم وبقلبي حمامة مشبق اشباق وكتعال تعال الصبر خلص والحش هواي اخفح شو يروح وحدش ينباك شنت تشتاق لي في كل لحظة يهواي شو مرن ايام شو كنت تشتاق والله والله كنت اسمع باليوم مرتين ثلاثة اكثر شنت تحب لا والله ما احب ليش تخاف ما تقول احب لا والله ما شنت يعني بذاك الوقت يعني ما شنت احب بس احب اسمع احب اسمع شعر كنت اسمع دائما الله يرحمه خلير هادي ذكرناه بخير احنا حقيقة شاعر 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 كبير شاعر كبير الله يرحمه الله للامانة يعني عنده عنده بعض القصائد قصائد بها فلسفة فلسفة والله العظيم بس ممكن انه بعدين الضغوط المادي اثرت عليها اثرت شاعر كبير الله يرحمه 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 الله يرحمه